بص انا هقولك حاجة غريبة شويتين تلاتة اربعة خمسة ما بفهمش فيها قوي بس ممكن تبقى ملحوظة يعني انا لما يبقى حده قدامي لغة الجسد عنده فيها حركة ويد وكده وفوق وتحت بحس انه مركز قوي وراسم الخطة قدام عينيه فاهم؟ غير لما يبقى واحد حافظ كلمتين داخل يقولهم وخلاص الراجل ده وبيتكلم وبيختم بيقول لازم عندنا اهداف ولازم عندنا خطة لحد ما نوصل لـ 2026 واضح انه راسمها بشكل جيد جدا جيد جدا هتقول لي يا عم ما تجودش ما ممكن يجي يلعب ويطلع وحش وتبقى وارد 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 ما حدش يعرف اللي في علم الغيب غير ربنا وارد فسهم داريب كويس سيفي كويس خبراته كبيرة ومميزة ربنا يكرمنا معاه ربنا يكرمنا معاه اختياراته بتقول انه كان مركز قوي في كل مباراة في الدوري المصري منذ تولين المسئولية في لعيبة بنشوفها الاول مرة في المنتخب وفي لعيبة شفناها قبل كده وفي لعيبة ما كانش بتاخد فرص كتير فالقايمة بتاعت منتخب مصر المبدئية دي اللي لسه فيها لعيبة كتير من فيوتشا لعيبة كتير طبعا من الزمالك ولسه فيها المحترفين هنشوف مع الراجل ده بإذن الله بإذن الله حاجة مفهومة فاهمنا ما بقولك ايه حاجة مفهومة كلمة حاجة مفهومة دي مش شرط نجاح بس حاجة مفهومة اللي بقى شايفين وما بنقولش الراجل ده بيفتي ولا بيعمل حاجة مش طبعية انا متوقع ده ان شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا معاه طيب